كيف تقوم بتوفير بيانات الجوال أثناء تصفحك للمواقع من خلال جوجل كروم؟ أول شيء تقوم بالدخول إلى تطبيق جوجل كروم بعدها تقوم بالتوجه إلى الإعدادات هكذا من ثلاث نقاط الإعدادات تقوم بالبحث عن الوضع البسيط في هذا الخيار سوف تجد خيار غير مفاعل قم بتفعيله قم بتفعيله انظر قبل أن نفعله يقول لك هنا في الوضع البسيط يحمل كروم الصفحات بشكل أسرع ويستخدم بيانات أقل بنسبة تصل إلى 60% يعني 60% يقوم بتوفير البيانات نقوم بتفعيل الخيار هكذا بعدها نقوم بالتجربة يقول لك أن الإحصائيات سوف تظهر هنا يعني الإحصائيات سوف تظهر هنا نقوم بتجربة أحد المواقع على سبيل المثال نقوم بتجربة هذا الموقع الموقع الخاص بنا هكذا انظر هذا الموقع الخاص بنا نقوم بالدخول إلى هذه الصفحة ونرى كم سيوفر لنا من بيانات كم سيوفر لنا من بيانات يقول لك أنه سوف يقوم بتحميل الأشياء الأساسية في الصفحة بعدها نقوم بالرجوع إلى الإعدادات ونرى كم قام بتوفير لنا انظر كم قامت بتوفير لنا توفير البيانات بنسبة 18% انظر هكذا انظر ما هي البيانات التي انظر حجم البيانات المستخدم حجم البيانات التي تم توفيرها انظر كذلك انظر حجم البيانات التي تم توفيرها وحجم البيانات المستخدم يعني هكذا يمكنك المحافظة على باقة الإنترنت لديك والمحافظة على بيانات الجوال الخاصة بك قم بتفعيل هذا الخيار أثناء تصفحك للمواقع من خلال تطبيق جوجل كروم اشتركوا في القناة